محمد عبو القيادي بالطيار الديمقراطي وأمين عام سابق للطيار الديمقراطي مرحبا يسي محمد أهلا وسهلا قرقنا بيتروفاك موضوع الساعة في تونس وحديث الساعة في تونس التوصل إلى اتفاق وامدى اتفاق في قرقنا اليوم بحضور زوزو زراء تعتبروا نجاح للحكومة؟ ولا أشوف هو نجاح للحكومة أساسا هو كونه معاش توجد وضعية في تونس بعد ستة سنوات من الثورة ناس تتسكر في مصانع وخدمني وتفرقس الحلول بسيطة منه وخدمني مئتين واحد ولا مئتين وستين واحد ولا خدمني أربع ولا خدمني خمسة يسم الحلول التنموية أكثر جدية من هك يعني يسمى فما أقل بطالة في قرقنا أقل بطالة في توزر أقل بطالة في قفصة أقل بطالة في كل بلاسة في تونس وده يستوش في تصوري مناخ عمال مختلف تماما مناخ عام مختلف تماما خلينا نحكي وعلى ما معنى مناخ عام مختلف؟ مناخ عام مختلف ساعة طبعا قد ما تحمي الأمن متاعك قد ما تنجب جيبا كثيرا استثمارات لكن غير مسألة الأمنية ما معنى؟ نحن كم الفكرة اللي أخر نقشك في النقطة هذه خطر نقطة مهمة ما نقول كل على فكرة مناخ العام مناخ العام مش مسألة النية فقط غير المسألة الأمنية فما مسألة متاع الناس تحس باستقرار سياسي وتحس كونه فما موسيط عندها مصدقيتها وفما استقرار توا في تونس الصورة العامة لتاغيا منذ مدة اللي هي فكرة فما تخوف على المصارى الديمقراطي اللي هي فما الصراعات السياسية اللي هي زياد ضربت شوية الارهاب في بعض المناسبات وتربطت بصورة عدم الاستقرار السياسي ومش كما يظهر في فرنسا كما يظهر في تونس تزيد معاها فكرة كونه ما فماش ثيقة في مؤسسة الدولة من كثرة الحديث على الفساد من كثرة البيروقلاتية هذه هي الاشكالية الكبرى في تونس اللي تخلينا عنا اقل استثمارات من مناطق حالي ومن من احتاجها نحط لي عنا اكثر استثمارات ما بينا جانب جاو وما بينا تواسة تمنوا ومشيوا عامل استثماراتهم في كل مناطق خاصة في المناطق الداخلية هذا هو اللي ينجم ينقصنا من المشاكل في قرخنا في كل بلاسة امش قعدوا نحكيه في تفاصيل جات ناس سكرت المعمل نحنا ضد كونه يتسكر اي معمل سعب المناسبة وضد في نفس الوقت زادة كونه تستغل الضعف تع ناس وتسكتهم مثلا كمقبل حضاير اي برزيد 2001 حضاير فوسفات قفسة عنده معدد معين من العمال اي برزيد المهم ما تصيرش تحرك غاديك لا يزمنا حلول صحيحة تعتنمي في كل منطقة تتصور انتي انو المستثمر اللي مش يمشي لأي جهة من الجهات يخامن في المسار الديمقراطي لا مستثمر خامن في مصلحته ولكن خامن في مصلحته ينجم يمشي مثلا للسين ما يجي ديمقراطية لكن فيه استقرار نحكي لك عن المستثمر اي 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 انا وانتي نوم ديمقراطية المستثمر مش قضيته ديمقراطية قضيته استقرار ويبدو متطمن مثلا في عاند بن عليكي كانوا ترابلسيه يسرقوا وينهبوا وساعت حتى يفكوا لجانب ما كانش مناخ يسمح برشا استثمارات هذكا صارت ازمة اليوم جاد ثورة من المفروف شا تحسنو اخر يسول حد نقاروحنا التالي التاوة مزاد فما ناس خاف الاستثمار في تنص التاوة فما توانسقوا لك روية غير واضحة جاي وقت شو نقوله لا بد أن تكون هناك روية واضحة هذا هو رحش نبيه تطبيق القانون في قرقنا مثلا الحكومة السابقة طبقة القانون بتدخلها هذك بالأمن والواحد في قرقنا ولا شوف الدولة بش نكونوا واضحين رغم لينا في معارضة وفي داية في الماء الدولة راي يتطبق القونين اما نعاود ونقول لهم مش تسيب فساتي هي بتروفاك بيدها مساء ما نحبوش حتى حد يسكر لها المعمل الدولة هي اللي تاخت قرارات مش كل واحد ياخت حقه بيدها اما هي بيدها راي متهمة بكثير من التجاوزات ارجع التقارير التي تكتبت في السابق تفهم في الماضي عندها تأسيسها معنى عندها دخولها لتونس في المشروع هذا بالذات وفي بعض الممارسات يتعلق بهيه وبغيرها لكن هذا دور الدولة نضغطوا عليها بشي بشي تعمل التدقيق وتعمل غيرها خليوا الموضوع هذا ونرجعوا للموضوع المباشر هل عندك الحق بيسكر مع صانع علىها يا خيلي لا يا سيدي ما تسكرش مع صانع اما مقابل ذلك رانا ساعة يسمع فينا الناس يقول لك يداما في الماء ونحن عاتلين عنا عشرة سنوات يزم الدولة تفهم رهو صبر وعام واثين وثلاثة بعد ثورة في الآخر طموح وكبير ياسر والألام ياسر متاع الناس فقر ياسر جاء وقت تشتقال بحول التنموي تخدم الناس كل ما تنجمش قطاع العام ما ناشي نقول لك غارق البلاد أكثر من اللي غارقة هي في الوظيفة العمومية وخاصة حتى في المنشاية العمومية اللي تعبات أكثر من يمكن تزادها بالعوان جاء وقت بش تقول القطاع الخاص والاندي ساب الحساب الخاص وذي يزم سياسة متاع دولة قوية وفي نفس الوقت ما تخوفش ناس على مصار الديمقراطية هذي الحش نبي هاي ما عنداش فلوس هذي المعظلة توليوف وعنداش فلوس المشكلة سي محمد دليل ما عظلة ولد كبيرة ما دانك نقول لك مثل حلو ملف الطاقة يقاوم شركات البترول تخلص أقل إدايات وتضخم في الفواتير وبعدها ما ياخد ترخيص وهو مش قاين بالواجه بيتمتاعه وتنجم ترجع لنا اللي طاب هذي مكسب المكسب كيتقاوم الدوانة وترجع مليارات قاعدة تسرق وتتنهب في الرشاوة مش ترجع كزوز فرنك مثل خمسمائة مليون ولا خمسمائة مليار معنى خمسمائة مليون دينار ولا مئة مليون دينار ولا خمسين مش هذا فقط الربح الربح أكثر من هكا هو كونك تتمن كل من عنده رغبة فلسة ما في تونس رئيس حكومة سابق قلنا لهم بل لا يحاول تنجح في حاجة واحدة كي يدخل التونسي في الحلق الويت ما يتيحش قدره وما يطلب منه حتى حد خمسة الاف كانت تعدي لنا الانجازة دي في الصيف تسمى نجاح الحكومة بس موقت قلنا للكلمة دي الصيف هذا كتعادل كل ناس كل تشكي من الرشاوة ومن الفساد حاير رئيس حكومة كامل حكينا معاه حاير كونه ينقص الفساد في بورد حلق الويت توضوما ناس يحكموا دولة ويحبوا تتغير فما مشكلة في تونس يجبنا نقربوا بذلك بدون رضع بدون فرض قوانيين البلاد هذه ليست فيها أكثر من المغرب اللي كانت تقبل الناس كل تحكى الرشوة في المغرب أكثر من تونس اليوم عملت صلاحاتها ليس معناها حالة كل مشاكلها اليوم في المغرب تبسيط الجرائيات بس الأبعاد درجة اليوم في المغرب السفينة كي تدخل ما تخش الوقت يتأخذون في تونس هي ملبشت نفس في غيرك سمحني مو نفسك شاري سمعنا بيننا نحنا وحتى بعض دول إفريقية وبين المغرب يبقوا في يوروبا ما يجيوش نحن البحثان التونسة بيدوا ولو يهربوا في الفلوس ولو يخموا في مشاريع البرة تشخيص هذا تشترك فيه سيادك ورئيس الحكوم والوزارة الحكومة هذه ورئاسة الجمهورية والناس اللي صحوا وين المشكل المشكلة في تطبيق والمشكلة في تطبيق مربوطة بشخصية اللي قاعدين يحكموا عنده مدة ومربوطة بشبكة العلاقات اللي عنده ومربوطة بكونه حتى اللي يجينا ويه طيبة مثلا انا ادعي شخص مشاه يسمو حبيب السيد كانت نواياه طيبة لكن ما كانش عنده القوة بشي فرط وزيده حل فام ها ومعايا النهضة ونداء وطوو كنتمس هنا تهدا يتكلم خرج في اللخر باش خرج بيخوف اي حنين انا نحكم عليها اليوم وقول يمكن نكون ازيه اما في اللخر عمره ما عمل حد شي خطر خرج بعد مدة كانت عنده كل الصلاحية بشي صلح ومصلحش وكان ينجم يصلح روه خطوه فاما شكون في الحكام يقول كانت صلاحا يدوروا عليك بلااش كونهم يدوروا عليك فاسروا اننا بلااش كونه كان حرطوا مرة في نوع متع توينسي ادوروا من يدوروا عن الدول لك تحمل السلاحات أزركوا لكم الملات حتوا اي خل → يقفوا معاك اي حاует اي حاوليهم انا سماعت مسؤولين كبار قالي؟ اي حاوليهم يدوروا علينا شكوهم من يدوروا عليك اص الحكام اللي يدوروا عليك هنو نيجيبون ل Наحل في المعلومات ولا حتى يقولوا لك هذا هو صدقني هذا واقع تونس أدعي كونه الحقيقة اللي عنده خلافة ذلك يجي يقولين أما تجي تقولين يا والله الواقع التونسي سيئة جدا ينعرفوه السيئة هذاك سيئة عند المواطن ما يجبشي صلاح يقول سيئة عند المعلم يقرر يقولك حتى يجي 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 وشوفانا صلحوا ربما زميلي ما صلحوش أما انت في الحكم تحب تغيير غيرهم الناس بالقانون بسلطة القانون ماذا على يوسف الشهد أن يغير اليوم على يوسف الشهدي سكر التليفون جملة هذي يعني دي ونهضة وتليفونات وكل شي ما فاماش فما صندار وبرتابل ما فاماش كل شي تسجل لا وعادي يقول وكان الموظفين يحكيوا معاه الحزاب مرة في الشهر يتقابل معه وتفضلوا كلفتوني برنامجكم الانتخابي والخطوط العريضة ليه هني قاعد نفذ فيه هاوش عملتلكم هاوش مزلت ما عملتش وعتيوني مقترحاتكم بشخصية قوية ويعمر صلاحات اتواز حشتهم بصلاحات يعني انت هيك حقوق واذا ما حاجكوش بي ينحيوني اي 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 اذاك السمحني بش قولك في العبارة يزم كثير معناها من الشجاعة بش مقولش يرجو ليه ولا حاجة عبارة معناها جارحة لاي بالحق يزم كثير من الشجاعة مظهرتش عند معظم اللي حكموا بعد الله ثوروا كله في الحسابات نعاود نذكر سياح بيب السيد مع كاميرا احترامي ليه خد في تونس وليه تحترم بشري لانه فقط ما استغل السلطة والله يا عمال بطولي ما استغل السلطة نحترموه اما تسور راجع ذاك سمع النصيحة في الوقت المناسب قلن هيا والله من الجمعة الأولى حتى قبل ما يتعين خوذ قراراتك حتى كان يتردوك او يخرجوك تخش على الكتاف عند قيمتها الزادة هكا ولا حتى كان عندك ثموح شخص يسيدي هكي ربحت جزء من الشعب دي ما تقعد ربح وغير هذي هو ضميرك مرتاح وحاجة اخرى ما يتجرؤوش عليك تعمل اسلاحات سكر تليفونو اثنين سكر تليفونو ويستقل عليهم تماما ويلتقي معهم زادا في نظام برلماني مرة القداشة واش عمل لكم الاخيري لا تحكيلي على ولات ابعث لي سيفية نشوف يمكن اما كنقم موظف اخر في الادارة مواش تابع الحزب متاعك وهو اخير ياسر ونجيب موظف الادارة ومرة واحدة نطمن الموظفين اخذ تذوكم ايدي وسقيلين نجح باهم ونحق بها في نجاحاتي امن واستقرار وفي نفس الوقت هل الفساد في الامن هذا يجب ان يتنحق هل انتهاكت حقوق الولسان بشتمن زادة المواطنين كيف كيف تحسين ظروف الامنين حسن هما بالذات خطاق يتحسن ظروف مهومة وعسكريين وديوانة وقضاءات وتعمل برنامج كون في نفس السنة اللي يدفع تفاهز زيادة هذية رغم يتوفى المشكلة مع صندوق النق الدولي والكل إذا لم ترجع لك خطايا ومحاضر ومقاومة تهريب ومقاومة فساد كمشينا بالعقلية دي في تصورة ويمشي بالعقلية دي في تصورة يوضع يكونه أحسن غير هذية بلغنا شوية رسال ضد مركز النفوذ من عام 2011 ونحنا نمشيونا الزلم حتى وقت ترويك هزينا له مسامي يشبي فلان يحاوس البر أو فما ملفتع فساد ويظل يتوم تحميه فيه لهم يسحيه ومسحيه ودخله في السراعات من بعضه يغضب شنعدي القضاء بعد جمعة ثنية ثلاثة ما يتعدىش على القضاء على رسوليشة هذية مثلا قبل توا كيف كيف مركز نفوذ معروفة وعندها قضائيها عادي القضاء مدام لم يمشيش لهاية حقيقة والكرامة واجهتوا فرصة باش ممشيش الحبس يدفع تعويضات عادي للقضاء ناس مازال تحمي في مركز نفوذ عادي كونه تونسي مع شاثق توا كثير من تونسي يقول لك البلاد يجب أن تهرب أنا أقول لهم ما تهربوش مازال فاهم مستقبل أما ليحكموا اليوم مراوا قاعدين يشجعوا في ناسكم ونتأيس نحن محبوش ناس أيس فبالتالي سمحني قوته وقدرته شخصيته قدرته إيمانه وحتى كنحسبها شخصيا سيدي مش تحسب وطن مش لازم منعرفش علي أنا في داخل نواي العباد منعرفش احسب لي شخصك توا غدرت ولي زعيم المشكلة اليوم في الثقة ثقة التوينسة في كل من يحكم ومن حمى حولهم وحتى المعارضة نشوفه نيدا تونس حزب مخروم اللي هو الحزب الأول الفائز بالانتخابات والرئيس الحكومة منه هو حزب مخروم نشوفه ننظر إلى المعارضة أو حتى إلى البدائل وسطها نفسها المجموعة هذه فماش بدائل اليوم تونسي حتى من حيث أنه تخلق له أمل في غدوة نجم يجي شخص آخر أو جهة أخرى أو حزب آخر أو مجموعة أخرى ثقة غير متوفرة اليوم في غدوة هذه من المشكلة يا محمد حتى نتومة معناها عند التونسي لا تمثلون بديل نشوفه واحد ما تمثلوش بديل حقيقي عن جوزة متوانسة طبعا دي ما نحكي على الأغلبية دي ما نحكي على الأغلبية لا لا ما نعرفش لغبية ما عملاش حصيات معناها أما نفترض كلامك سحيح في اللغلب أرجح أنه كلامك سحيح توح حاليا فما أزمة في الثيقية في السياسيين لكن أنا زيادة نقول للناس سمحني إذا أنا مناسبة رأيك أن الكل سيئين أنا كل مواطني رأيك أن الناس كل سيئين وقلوا أنت بيدك رأيك تنظر لنفسك أنك سيئ لأن الذي رأيك في نفسك الخير أكيد رأيك تفترض كأنه فيما آخرين فهم الخير لكن بفعلا للي حكموا بعد الثورة كان أداءهم سيئة بدرجات مختلفة أكيد لكن كان أداءهم سيئة وما بلغوش رسالة متع تطمين متع الأمل الذي خلينا من الماضي فقط رغم لهو مهم للفهم ها وجد فرصة رئيس حكومة رغم الله غالب ولي نعوده في نفس الكلام كون رئيس حكومة نعوده نفس الكلام اللي هو قائمة على فكرة الأمل وقائمة على فكرة ربما الضغط عليها أعلميا ربما يدفع وفتيشاك ونعمل السلحات هذه أسهلك رأيك أن تقول حكومة فاشلة وستفشل قلناها من هاللوليني قلنا قراءتنا لسيوسف الشاهد كون البروفيل المتوام مش تواحد ينجم ينجح وما عليه إلا أن يثبت العكس سياسي يوصف الشاهد رأيك رأيك شخص ضعيف فتبق القانون على الجميع وتمن الناس عدوا الصور والحرية مش تفهم تطبيق القانون رأيك 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 تطبيق القانون ضروري في ديمقراطيات أما بدأ بالصحاح هاوك عندك في نيداتونس برشة معناها مورطين عندك نواب مورطين هاوك برشة بدلوا سيارات جديدة زادة وعائلاتهم عندش فلوس وكانت خدمهم بسيطة قبل عمي شوية لشارس عن طريق الأمن والكل وتطلبهم برشة معلومات وتعايت لهم وتطلب منهم استقالة ولا تحيلهم على القضاء ولا تفتح ملافة الصحية هاينجم التمن التوقيع بدأ مستنواب نظيف ما فيهوش فساد الوزارة الحكومة عضاء الحكومة بعاد على الفساد مش مواطنين يحكي لك عضاء الحكومة مواطنين يحكي لك على فسادة الوزارة بتاعك يحوس على الانترنت وتخليهم بحذك وتحب الدولة عندها مصدقية ورئيس الجمهورية عندها تهم الغديكة ورئيس الجمهورية لطولة تمنى على هناك موضوع القانون المصالحة شو ما يخرج في سلباجة ومشينا أمريكا تبارك الله وقال بشان قاوم الفساد تقاوم هناك في تونس سعب المناسس وعلى شو تقول لنا في أمريك واثنين بالله إن شاء الله يتمنى بسحب المشروع بشان نتعدى القضايا أخرى في تونس ونتقديم مقترحات أخرى الحل في الانتخابات الجهوية والمحلية لدفع التنمية هذا كلام يتقال أما لليوم منشرو في بوادر نفهم انتخابات بلدي قبل 2018 عليش كل السياسي يحترم روح ويزم يقول لكم الحقيقة دي مدبية ولغم الوقت معاش برش رأنا نحن كحزاب ماناش جاهزين لكن الوقت المباني لفضل المصحة الحزبية متاعي قال شو 300 بلدية ويزمني ما عافش قادش من ألف مرشح وأنا منجمش وكان نهضة تقريبا ربما عددين ملمومة وهي تنجم تطلع والكل هذا شمعناها؟ معناها كوني أنا فضلت مصلحتي أنا على مصلحة البلد نيدياتونس عندها أزمة داخلية جات ركزة في الموضوع بتصويت الأمنيين إلى أخير هاي هو راقد المشروع أنا راقد مشروع مش قلت الوطن قبل الحزب وطن قبل الحزب خلي البلد تبش تعمل انتخابات لإستكمال الموسات ومش نمر مرحلة أخرى أكثر استقرار خلينا بشي نعلم انتخاباتنا البلدية والجهوية اللي جاهز جاهز اللي مجاهز مجاهز أما تحب مثلا والله مشكلته مجاهز مش مشكلتي أنا طبعا مشكلته هو ملي مجاهز مش مشكلته المواطن تنسي قاعد يستنى فهم خارشان هو راقدولك القانون الانتخابي والكل مانا جاهزين حتى نحلهم مشكلنا هم مرقدينوا القانون الانتخابي يعني الفترة متاع التعطيل وراجعوا يناقشوا فيها موضوع الأمنيين وبالمناسبة بلاي موضوع الأمنيين رأوا السياسة في تونس ارتبطت كثيرا وفي العالم الكل لك في تونس بدرجة كبيرة خطأتخذنا بدين نتشفوا فيها السياسة ما بعد 14 مش قبل 14 وقتها نضالتو تحكى لمعارضة وصلتها حاجة جديدة رأوا بدينها بكثير من نفاق المغالطرة ما معنى السياسين يقول لك الأمنيين يصوتوا سأول حاجة كانت تحكى الأمنيين هنا نحن أصدقائهم معنى كنجين نقول لك نزيدهم في الشهريات تذكر قبل نمشي لحدة قابلنا رئيس الحكومة قلنا له زيدهم وفي نفس السنة هذهك عملها بريفيزيون ودخول مدخيل كبيرة من المقاومة التهريب وغيرها وراءوا حسابيا تزيدهم بسهولة نفس المبلغ تسترجعوا دوبل وحتى تريبل في نفس السنة نهار تتولي عندك سلسة جينية واضحة مقاومة فساد المناسبة أحكي مع أي بوليس تقول لشي ممكن تقاومة فساد يضحك وإذا صاحب وإنت تحكي لك ما عنايش في الثقافة هذه يشكون قاعد في قهة وقاعد في بلاس يلم في معلومات على الرهاب على التجسع على اللي تحب أنت أمره محد في باله وكانوا يلم معلومات على الفساد ما فماش لقبل 14 لبعد 14 سلسة جزائية تتغير صدقني المليار دينار ولا أي مبلغ يزيدهم يرجع نعود أن نذكر كرانا وقفنا معاهم في هذه قدمنا لهم مشروع قانون ليتعلق بالتعويض للأمنيين في صورة صدام الجريمة إلى الأخير يعني تعطيلات هذيك وشوفنا عائلات في تنقلات يموت ولده شهيد من هنا بطل وترفع شعارات إلى الأخير ومن بعد 15 شهرية وقفت من هنا حالينا وتبقى شهرية بشي عام كامل بالمشروع أنا أحكي لك مثل ما تعديش ما طلبت مننا حتى نقابة وحدنا حتى فهمش كون من نقابيين قلنا له عندك شمقتراحات ما بعدش قدمناه وشالله يتعدى القانون دي المقدمة دي كان ضروري بنيت رئيس الجمهورية والحكومة نفس المشروعين ما كان ضروري مش قولوا مرانة مناش معادين لهم آما موضوع التصويت يزمي تنساه فهم حد سياسي يحترم روح ويدفع برتيجاه دي أنا ألمانيا ونا فرنسا نحن في ألمان وفي فرنسا نحن وسط نقابات تهجم على مراك السيادية اشتحكي سألعني بي ديمقراطية تونسية لابد من حمايتها أمني وعسكري بعيدة على السياسة ديواني زادة ديواني ملقبل اللي اخذواه ومش هوم الركيز متع الاستقرار في البلاد ديواني يروا أساس المسألة الاقتصادية هي كانت مسألة فنية وقع عسكرتها 95 وكل ما علينيش حتى كان حاملة سريح خلينا روح يصوت ديواني مش هو الركيز متع استقرار الديمقراطية في تونس لأداية متع ضرب متع المساس بالديمقراطية كيفش كانت في عاد بن علي وفي الأنظمة العربية الكل كانت أساسا عن طريق الأمن طبعا ناجم يضربك على الصحافة ويضربك على الفيسك ويسيبك ويهينك بأي طريقة والكل لذي ممكن لكن أساسا كانت وسيلته الأمن خجيم المرحلة جديدة للأمن خرج من لدين الأنظمة الفيزة صحيح لكن ما زلنا في سنوات عشرة سنين أخرين الأمن تونس يصوت نعم ننظروا فيه عشرة سنين أخرين في تصور مجتمعنا يجب أن يتطور توصلوا عني بي يخلي الديمقراطية يستقر نحنا نعملوا في السياسة وهو ما يدخلش معنا جملة تابعا مش يسمع برشا مواطنين يقول خطري يتصوروا وما يصوتوا هاي نعلمكم بحاجة الساعة في الحزبة عنا أمنين متقعدين حتى في أعلى رطبة في زر دخلي ليه محافظ عام السنف أول معنا يتطمنوا من أحد عنا عسكرين حتى في المكتب السياسي عنا عقيد عسكري معنا شي شكيال مع القوية الحاملة السلاح ممن عادي همش بالعكس باللعكس نحبوا نحصلهم ظروفهم هذوكم ضامنين أو ضامنهم مضمانات ديمقراطية أما يبعدوا على السياسة تالما ما تقعدوش كي يتقعدوا خمسة وخمسة سنة يتقعد الأمني خل نقول الكلمة يجري وراهم لحزاب تحب تعمل السياسة تحب تنتخبه فيهم شكو أنتوا أمنيين وفي المجلس عمل السياسة بعد توا حامل السلاح أنت يحمينا الديمقراطية متاعنا وما تدخل شروحك فينا جملة